اشتركوا في القناة في الخرائط التي أرفقناها هنا فحاليا هناك منخفض أطلسي في عرض المحيط يتجه بسرعة نحو بلادنا وسترافقه ظواهر جوية قوية تستدعي الحيط والحظر ومن أبرزها رياح جد قوية قد تصل إلى 100 كم في الساعة ابتداء من الثامنة من صبيحة الأحد 22 أكتوبر وبالبداية من وسط البلاد خاصة الأقليم الدار البيضاء المحمدية مديون الصوير أسفي جديد سيدي بنور برشيد سطاط ليوسفية وارحمنا قوة الرياح ستتراوح ما بين 80 و100 كم في الساعة حسب المناطق بعد ذلك ستنتقل قوة الرياح نحو الشمال ابتداء من الرابع عصرا مع هبات قوية ما بين 80 إلى 100 كم في الساعة الأقليم التالية تنجأ أصيل العرائش فحص أنجراء الحسيمة المضيق الفنيد اقتطوان والزان سيدي سليمان وسيدي قصم ومن المحتمل تستمر قوة الرياح إلى غاية منتصف الليل هذه الرياح القوية قد تسبب زوابع رملية وتطير للغبار في عدة مناطق خاصة على الأقليم التالية والتي قد تصل فيه سرعة الرياح إلى 85 كم في الساعة خريب غالف قيبل صالح مراكوش قلعة سراغنة بالإضافة إلى أقليم السخيرات تمار الخميسة الريبالتسالة والقنيطرة عودة هيجان البحر ابتداء من الساعات الأولى من يوم الأحد 22 أكتوبر على طول الساحل الأطلسي حتى شمال الأقليم الجنوبية هذا المنخفض يحمل معه أمطار معتدلة خاصة على الشمال الغربي والسواحل الوسطى للبلاد شكرا